بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنبدأ موضوع جديد بعنوان رسم سمكة الطيف بالألوان المائية رسم سمكة الطيف بالألوان المائية سأبدأ أولا بالتذكير بالقوانين التي يجب أن نتبعها أثناء الحصة قبل أن أبدأ شرح الدرس وهي أجلس بشكل صحيح على الكرسي حيث نلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هي الجلسة الصحيحة والصورة التي باللون الأحمر هي جلسة خاطئة يجب أن تتجنب الجلوس بهذه الطريقة أيضا أستنع لتعليمات المعلمة عندما تبدأ بالشرح وكن مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني وأدي العمل بطريقة صحيحة مع المعلمة أيضا لا بد من اتباع التعليمات بالتسلسل مقصود بالتسلسل الترتيب أو التدرج في اتباع الخطوات مع المعلمة أيضا مهم جدا أن أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطالب بالمساعدة عند الحاجة وفي الأخير أحافظ على نظافة المكان والملابس نأتي لدرسنا اليوم اليوم سوف نتعلم رسم سمكة الطيف وتلوينها بالألوان المائية إذن هدفنا العام أن نرسم الطالب والطالبة سمكة الطيف وعندنا الأهداف القصيرة أن يذكر الطالب والطالبة أحداث قصة سمكة الطيف أيضا يعدد الطالب والطالبة أنواع الألوان أيضا يعدد الأدوات التي سنحتاجها لرسم سمكة الطيف أيضا يرسم الطالب والطالبة سمكة الطيف بالقلم والرصاص ثم يلون باستخدام الألوان المائية عندنا القصة بعنوان قصة سمكة الطيف في أحد البحار عاشت سمكة جميلة لها حراشف ملونة بألوان مختلفة وكانت الأسماك كلها معجبة بجمال وألوان حراشفها وتسميها سمكة الطيف وتحب اللعب معها إلا أنها لا تستجيب لهم وتسبح بعيدا عنهم وفي أحد الأيام تبعتها سمكة صغيرة وقالت لها أعطيني واحدا من حراشفك اللامعة الجميلة إلا أن سمكة الطيف رفضت وابتعدت عنها حزنت السمكة الصغيرة وأخبرت بقية الأسماك بما حدث فغضب الجميع من سمكة الطيف وقرروا عدم اللعب والحديث معها والابتعاد عنها وذات يوم اشتكت سمكة الطيف ما حدث لها مع بقية الأسماك لنجمة البحر فقالت لها لا أستطيع مساعدتك اذهبي للأخطبوت الحكيم لمساعدتك فقد سمع بما حدث لك فذهبت سمكة الطيف تبحث عن الأخطبوت الحكيم فخرج الأخطبوت من كهف مظلم وقال لها لقد كنت في انتظارك فقد سمعت ما حدث لك مع بقية الأسماك ونصيحتي لك بأن تعطي كل سمكة قطعة واحدة من حراشفك وهذا يعني بأنك لن تكون أجمل سمكة في البحر لكن ستشعرين بالسعادة ففكرت سمكة الطيف هل أتخلى عن حراشف الجميلة وكيف سأعيش سعيدة من دونها وبينما هي تفكر جاءت السمكة الصغيرة مرة أخرى وقالت لها لا تغضبي مني هل تعطيني من حراشفك الجميلة ففكرت سمكة الطيف بأن تخلي عن واحدة من حراشفها لن يضرها فسحبت واحدة وعطتها السمكة الصغيرة ففرحت بها وقالت لها شكرا لك يا سمكة الطيف فشعرت سمكة الطيف بالسعادة تغمرها وهي تشاهد فرحة السمكة الصغيرة تسبح وتلعب أمامها فأخبرت السمكة الصغيرة بقية الأسماك بما حدث لها مع سمكة الطيف فاجتمعت بقية الأسماك حول سمكة الطيف وكل واحدة منها تريد حرشفة منها فأعطت سمكة الطيف حراشفها اللامع للأسماك حولها وكلما أعطت أكثر شعرت بالسعادة أكثر ولم يبقى عند سمكة الطيف إلا حرشفة واحدة فطلبت بقية الأسماك منها اللعبة معهم فقالت بكل سرور وبدأت تلعب معهم والفرحة تملأ قلبها انتهت القصة إذن تتكلم القصة عن سمكة الطيف التي كانت جسمها مليء بالحراشف الملونة الجميلة وكانت الأسماك ترغب بإعطائها واحدة من هذه الحراشف الجميلة طيب الآن بعد ما انتهينا من القصة بنتعلم عن الألوان التي تعلمناها سواء في فصل الدراسي الأول أو الثاني أو حتى الثالث وهي ألوان الفلومستر والألوان الخشبية والألوان المائية والألوان الزيتية هذا كلها من أنواع الألوان اليوم سنستخدم الألوان المائية السائلة وهي أحد أنواع الألوان التي نستخدمها في التلوين الأدوات اللي رح نحتاجها فرشة رسم رح نحتاج أيضا الماء هنا رقم 2 ورقم 3 الصحن ورقي أوبلاستيكي ورقم 4 ألوان مائية ورقم 5 صورة لسمكة الطيف حتى نقوم بتلوينها ثم نبدأ باستخدام هذه الألوان سيظهر الشكل النهائي بهذا الشكل الآن نبدأ بعملية التطبيق عندنا هنا الورقة برسمة سمكة الطيف وعندي هنا الألوان المائية اخترت اللون الأخضر والأزرق والأحمر سأضع قليل من هذه الألوان كلها هذا اللون الأخضر عندي أيضا اللون الأزرق وعندي أيضا اللون الأحمر وعندي أيضا اللون الأصفر طيب الآن أبدأ أبلل فرشات الرسم بالماء سأضع قليل في الغطاء وأبدأ بتبليل فرشات بالماء ثم أبدأ الآن بغمس الفرشات في اللون اللي أختاره سأختار مثلا أبدأ باللون الأصفر وأبدأ ألون هذا الحراش بالألوان المائية هذا اللون الأصفر وأحاول أحطه بحراشف مختلفة وأكرر نفس اللون في أكثر من مكان هذا اللون الأصفر أيضا هنا اللون الأصفر طيب الآن أبللها مرة أخرى وأبدأ أختار لون آخر سأبدأ باللون الأحمر وأبدأ أضع اللون الأحمر في واحدة من الحراشف هذه وأنتقل إلى مكان آخر وأضع نفس اللون حتى ألون جميع الحراشف بألوان مختلفة وجميلة مثل القصة التي استمعنا لها هذا اللون الأحمر أحاول وأنا ألون يكون تلويني داخل حدود الحراشف هذا اللون أيضا الأحمر طيب الآن رح أغير اللون وأختار اللون الأزرق بحيث يكون ألوان متنوعة ومختلفة وجميلة وأبدأ أضع الفرشاة باللون الأزرق على مناطق مختلفة هذا الشكل تبقى عندي اللون الأخضر نفس الطريقة أبلل الفرشاة بالماء وأبدأ أغمسها في اللون الأخضر أبدأ أضع على مجموعة من الحراشف بطريقة أشوائية في مناطق مختلفة حتى يصبح جسم السمكة ملون بألوان مختلفة وجميلة مثل شخصية سمكة الطيف في القصة ونحاول إحنا نلون دائما يكون تلويننا داخل حدود الصورة بهذا الشكل يكون جسم السمكة ملون بألوان مختلفة واخترنا منها اللون الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر هذا هو درسنا اليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات استخدمنا في درس اليوم نوع من الألوان وهو الألوان المائية السائلة وأيضا استمعنا لقصة سمكة الطيف التي يحتوي جسمها على ألوان وحراشف مختلفة وجميلة بإذن الله أراك في الحصة القادمة لكن جاء دورك الآن عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة بتلوين سمكة الطيف بألوان مائية سائلة مع ابنك وابنتك في المنزل وتقديم المساعدة التي يحتاجها سواء كانت مساعدة لفظية أو جسدية أو إيماءات أيضا مهم جدا عملية النمذجة بإنك تؤدي العمل أمام الطالب ويأتي دور الطالب حتى يفهم ما هو مطلوب منه أيضا مهم جدا عملية التغذية الراجعة وتقديم عبارات التحفيز والثناء حتى يشعر الطالب الثقة والنجاح بإذن الله أراك في الحصة القادمة كانت معكم المعلمة أمل تمامي مع السلامة